تقول صاحبة القصة أنا نور عمري 22 سنة متزوجة غصبا عني من سنة قريبا من رجال عمره 45 سنة أنا أدرس حاليا بالجامعة هندسة إلكترونيات ومقبلة على مناقشة رسالة تخرجي في نهاية جهر نوفمبر زوجي عنده شركة استيراد الأجهزة الإلكترونية وتوابعها ووضعه المادي ممتاز قبل ما أتزوجه أنا اشتغلت عنده في فترة الإجازات وأنا طبعي منطوية وخجولة جدا وما كنت أعرف عن حياته شي بس شوي شوي بدأت معاملة وليتي تغير صار ينزعج من تعاملي مع الزبائن الرجال ويكلفني بشغل غير التعامل مع الزبائن ويكشر وجهه كل ما شافني أتكلم مع أحد من زملائي ألين صرت أخاف منه مع أنه هو مجرد رب عمل يعني ما يربطنا أي شي هذا الكلام كله قبل ما أتزوجه حسيت أنه ندم لأنه خلاني أشتغل معا في العمل ولاحظت أنه يكره النساء خصوصا البنات الجريئات أنا كنت حذرة جدا في تصرفاتي مو عشانه عشاني أنا ومره ناداني لمكتبه وطلب مني أرجع البيت عشان أغير ملابسي الأخ ما عجبه ملابسي مع أني كنت لابسة جينز واسع ولابسة قميص واسع وطويل يوصل إلى الركبة وأنا محجبة أصلا وقتها حسيت أنه إنسان معقد وانحرجت مرة تصرفاته ما هي طبيعية قررت وقتها أترك العمل فعلا رجعت البيت وأرسلت له رسالة أني خلاص تركت العمل وماني راجعة في ذاك اليوم صار يتصل علي كثير تقريبا عشرين أو ثلاثين مكانا بس عشان أرجع أداوه يقول أنا ماني ناوي أستغني عن خدماتك بس اللي أبغى منك إنك ما تلف تنظر أحد بحكم عملك مع الشباب وأنا ما أبغى أي تجاوزات في مكان العمل اعتذرت منه وقلت خلاص ما أبغى أسوي لك مشاكل وأسبب لك وجه عراس وما أبغى أشتغل معاك خلاص انتهى الموطوع لكنه أصر على رجوعي بعد إصرار منه رجعت لشغلي والتصرفاته كانت تخوفني مرة كل ما تكلمت مع شخص يأمرني أني أنسحب ويقوم هو يكلمه ألين جاء ذاك اليوم اللي انفجرت فيه وواجهت وقلت له أنت جالس تحرجني وتصغيرني قدام الناس مين أنت أصلا عشان تعلمني كيف أتصرف وكيف ألبس أنا بالنسبة لك مين عشان تسوي كل دا وقتها درس يكلمني عن حبه لي وعن نيته بالزواج مني أنا هنا أنصدمت لكلامه وقلت له أنت روح اهتم بزوجتك وعيلتك قام قال لي أنا مو متزوج ولا عمري أتزوجت وأنا وحيد بعد ما فقت أمي وأبوي وأخوي في حادث مروري وبعدها فقت جدته اللي هي ربته وكل اللي يملك الآن هو ورث ورثها من أبوه رفضته بشدة لأني خفت منه وقدامي دراستي وأحلامي هو بالنسبة لشايب الشايب غزى شعره ودقنه ورغم رفضي ما سمع كلامي وراحت قدم الخطبة ووعد أهلي أنه يسمح لي أن يكمل دراستي طبعا أهلي ما صدقوا لقوا عريص غني وضغطوا علي واتفقوا معا وأنا أبكي والسبب هو ثروته وقتها حسيت أن أمي وأبوي باعوني معلش هذا مو زواج هذا اسمه استثمار أو تجارة هو كان عارف برفضله عشان كده أصر على الزواج بعد الخطبة بشهر ما حبي يطول فترة الخطوبة وقال إنه هو اللي يتكلف بكل شي كل التحضيرات والمصاريف وأهلي وافقوا على دا كمان أنا منهارة لأني مو عارفة كيف أنهي دراستي بعد الزواج هذا الشي مستحيل وخاصة إنه تخصصي صعب لكن محد مهتم لإنهياري ولا لدموعي تزوجت كل ألم ما أنكر إنه حبني وأكرمني أدللني لكن كنت استحي من شكله لأنه شايب وكل الناس كانوا يحسبوني إنه تزوجت رجال في هذا السن لأني طمعانة في فلوسه وفي كثير من المواقف يحسبوني أبوي في المستشفى أو في المحلات المهم بعد الزواج ضيق علي حياتي صار يحاصرني في الجامعة وكمان في بيتي تخيل حط كاميرات مراقبة في البيت يتجسس على جوالي تعرضت لمواقف محرجة بسببه عند صحباتي متخيلين إنه منزعد جدا من دراستي ويحاول قد ما يقدر إنه يمنعني أدرس يقولي ليش تحتاجي الشهادة خلاص عندك أنا موجود وعندي فلوس أنا تعبت مرة معاه وكل ما هددته إني رح أتركه يبكي زي الأطفال ويغرقني بالهدايا كرهت خوفه من إني أخونه وإنه مو واثق فيني وكرهت ضعفه قدامي كرهت منع لي من إني أخرج بدونه وكرهت منع لي من زيارة أقاربي هو يبغاني بس له أحس إنه مريض نفسي بدون سبب يمنعني حتى من إني أنشر الملابس بالبلكونا رغم إني محجبة يقوم هو اللي ينشر بدالي وكمان يرفض إني أكلم أقاربي الشباب حتى لو كان للضرورة أحس بحرج شديد وأعرف إن الشي اللي ينتظرني أسوأ من اللي عشته بعد الانتهاء من دراستي لأنه من الآن عزلني عن العالم يبغاني له ووحده صرت أكره إنه يقرب مني في الفراش وكل ما بعت عنه يثور ويتهمني بإني أكرهه قلت له لازم تتحمل مسؤولية اختيارك يبكي ويترجاني إني أحبه أنا عارفه هو سايكو من جد تر هو مجنون بكل معنى الكلمة قلت له لازم تتعالج فقل لي علاجي هو حبك واهتمامك أنا شفقانة عليه مرة وجاهدت نفسي عشان أهتم فيه يمكن يتعدن لكنه ما أتغير ولا ناوي يتغير مهما سويت وقدمت له من الشفقة والحنية ما يقتنع بحبي وحناني له ما أنا عارفة كيف أتصرف معاه يمكن يعاني من وسواس الخيانة هو إنسان ملتزم ملازم على قراءة القرآن وصلاة الليل والجماعة وصيام الاثنين والخميس ومع ذا هو مريض نفسي كرحت وجودي دوما في موقف المتهمة المشكوك فيها وعصبيته وزعله إذا شافني أكلم أحد بالجامعة من جد صرت أعيش حالة رعب كل ما شفت شاب يحاول يستفسر مني شي عن المحاضرات ساعدوني الله يسعدكم كيف أتخلص من هالسايكو والله لا يسامح أهلي على هالرمية وبكده انتهت قصتنا لليوم ويارب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا